السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخنا معي أحد الأصدقاء في العمل له شيخ من تنزانيا فيسأل هو كان في خلاف مع زوجته على أساس أنه ينزل الولد إذا كانت المرة حامل في الشهر الأول أو في الشهر الثاني حامل فطلب منها تنزل الولد فهي رفضك فما حكمه وطلبه منه الحكم أنه طلب من المرة تنزل الولد والسؤال الثاني بنفس الشخص بعد الحرمة ما سبت زوجته بيقول أنه راحك مشعوذ أو ساحر وعمل له عمل فإيش تنصح في توبه وإيش اللي كفر عنه عشان يتوب رفيدنا في لك الله يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقول هذا الشخص قد أخطأ خطأا عظيما في إنزال هذه النطفة وفي إنزال هذا الحمل هذا الخطأ الأول وإذا المؤودة سلت بيزا بقتلت الخطأ ونقول الزوج جزاكي له خيرا أنك لم تطيعيه في ذلك لأنه لا طاعة إلا أخلوق في معصية في معصية الخالق أضيك إلى ذلك أنه يعني نسأل الله العالم والسلام كناك من الناس من لا ذرية له يتمنى غفر طفل فكيف هذا مثل هذه يأتي للعجل بهذه النعمة ثم يفعل هذا واللعجل يقول يا هابو فهذه الزرية هبة وعضية ونعمة من الله عزيلا ولا شيء من أنه ليس هناك شيء يضطره إلى أن يصدق هذا الطفل والجليل إن شاء الله عافية والسلامة فهذا الفعل فعل منكر وإن شاء الله سترة من هذه الأفعال وفيه كفر للنعمة والله عزيلا يقول توعد أمثلا ونقال ألم تروا لذين يبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إن شاء الله سترة والعافية والسلامة ثم أضف إلى ذلك أنه فعل فعلا عياذا بالله من الموبقات ومن نواقذ الإسلام أنه ذهب إلى كاهن وذهب إلى شاحر ليطلب منه أن يعمل عمل جاء عند أبي داود حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهن أو عرافا فسأله فصدقه فإذ قد كفر بما أنزل على محمد إن شاء الله العافية والسلامة والسحر من الموبقات ومن نواقذ الإسلام نسأل الله العافية والسلامة فعليه أولا أن يجدد إسلامه وأن يتب إلى ربي توبة نصوحا من هذا الذي فعل ومن هذا المنكر العظيم ومن تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها فعليه أن يبتعد عن السحر وأن لا يأتيهم لأن من أتاهم فقد كفر بالإسلام قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهما لو في الآخرة من خلاق ولبقى ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فعليه أن يتوب توبة النصوح وأن يجدد إسلامه وإيمانه ودينه وأن لا يرجع لهذه الأفعال من الذهاب المشعوذين ومن منطط الأجنة في بطون أمهاتها وأن يكفر من الأعمال الصالحة وأن يسحى الدموع توبة لربي تبارك وتعالى ومن تاب تاب الله عليه صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم أفرد أولا الحمد لله رب العالمين